أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسانت محمد الباب الرابع والثلاثون ساعة الوغي إن أردت أن تربح حاربا فارسل لغريمك إمرأة هناك أفع في منزلنا عام 1952 قال ريكي، ماثيو ما سوف نخبرك به الآن يمكن أن يشكل لك صدم لكن أرجو منك أن تتحلى بالصبر إلى أن تفهم قصة كاملة نحن من ضبرنا موتك ماثيو، قام عن مقعده بذهول ومعالم الغضب ظهرت على محياه ماذا؟ أبعد ريكي يادو من على خسر فلوريا التي كانت جالسة في حجرها والتي تبدلت ملامحها للحزن لوح بيده لماثيو ليجلس مرة أخرى سوف تفهم بقريب العاجل لماذا ضبرنا حادث موتك لكن ما نريد منك الآن أن تخبرنا بالتفصيل كيف انتهى أجلك؟ قال ماثيو، لن أتحدث قبل أن أفهم لغتكم الغريبة هل يجب أن أقتلكم لما اقترفت أيديكم؟ أنت قم لموتي، كيف لي أن أهدأ وأمصد؟ قالت سوفية، عزيزي ماثيو، تأدف في الحوار فأنت تخاطب والدك ووالدتك هنا لم تتمالك فلوريا نفسها عندما نظرت إلى ماثيو ودخان الغضب يفور من رأسه فتدخلت وحكت له الحكاية كاملة هدأت أوداجه وارتخى من كباه ثم قال لم أتذكر حدثة موته في أول يوم لأن وجودي مع موته يتحدثون ويرقصون أمامي لم يتقبله عقلي كنت أظن أنني أحلم وسوف أستيقص في أقرب وقت لكن في اليوم التالي استجمعت أفكاري لأفهم لماذا أنا هنا؟ وكانت الإجابة بسبب كيان ضرب ركي قبضته على سطح المكتب مما أرعب الجميع أرضف ماثيو حكاياته كان قد حدث خلاف شديد بيني وبين متلدة فقررت أن أخرج إلى مزرعة الخيول لأرفع عن نفسي وأخرج هذا الغضب الذي تملكني وصلت إلى مزرعة توالد ألكزندر وأثناء تركيب السرج على ظهر الفرس شعرت بوجود ظل يحوم حولي لكن عندما نظرت لم أجد أحد قال ماثيو أثناء الجاري هاجت الفرس وأخذ التاجري بجنون وبالمقابل كنت أشد على حبالها لتتواقف دون جدوى حتى أنني شددت عليه مرة بيد اليمنى ومرة باليوسر ولم تتواقف وكأن الفرس تهرب من شيء تراه ولا أراه ومع سرعتها الجنونية ظهر أمامنا كيان أسهد لم يتحرك من مكانه رغم سرعة الفرس وعندما اقتربنا منه رفع كف يده بواجه الفرس التي حاولت التواقف لكن محاولتها كسرت قوائمها الأمامية فانقلبت في الأفق وانقلبت معها سقطت قبلها وسقطت فرسي فوقي وهذا كان آخر ما رأيته قبل موت ريكي والكيان قال ماثيو قبل أن ينقلب حالنا بلحظات تلاشى في الأفق ريكي صفه لي كان الملتحف السواد بقلنصه وغطت رأسه ومعظم الواجه وأزدلت عباءته على سائر الجسد وعندما رفع كفه وعلمت أنها امرأة ولا أريد أن أصيء الظن فقد لمحت ابتسامتها كانت تشبه أحد أعرفه ريكي ما تازده نظر ماثيو في عين والده نعم قال ريكي ماثيو كان من المفترض أن ينثر أخوك رياني الهيروين بواجه الفرس أثناء الرجل ليجن جنونه ويحدث ما يحدث لكنه تأخر في الوصول لأنه عندما وصل كنت أنت قد فارقت الحياة وهو من أرسل بطلب أليكساندر من خلال عمال المزرعة ريكي حادث موتك يوضح الكثير قالت سوفيا القرين ريكي نعم قال ماثيو بماذا تهرتقان لا أفهم شيء مما تقولين قالت سوفيا هناك أمور غريبة تحدث في الفندق منها قبل أن تحضر ومنها بعد أن حضرت فكان هناك زلال تتحرك من حولنا لكن عندما ننظر إلى مكانها لا نجد شيء ريكي تحدثنا بهذا الموضوع سابقا وأخبرتك يا سوفيا هذا أمر يا خصاني ولا خوف منه قالت سوفيا والحدث الذي بدأ منذ حضور ماثيو هي حالات النداء الغريبة التي تكون بصوت خافت ما يقارب للهمس اقترب اقترب وخروج قرهنك الذي يشبهك لكنه نسخة مصغرة منك لكي يخطف الروح قبل أن تدخل إلى ساعة البرزخ ماثيو وما فأدته من خطفها إذا كانت لا تدخل إلى قلب الساعة فهي القادرة على تزويدنا أو تزويد مالا بيوم مقابل تلك الروح قال ريكي غارة قرينك هو أن نقوم من مرقدنا عقابا لنا لعدم مشاركة الأرواح مع سيدة والتي طلبت أن تكون روح لنا وروح لها ماثيو أليس من المفترض أن يموت قرين معي؟ بل قرين لا يموت يا بني ترحل أنت ويبقى هو هائما في الأفق إلى مال نهاية فلوريا الآن ماذا سوف يحدث لإبني إذا ميت قرينه؟ ريكي ماذا سوف يحدث أكثر من فقدان روحه؟ فهو الآن ميت كنا نريده ميتا لنجتمع كأسرة واحدة وملا تريده ميتا لأنها أخضعت قرينه الذي سوف ينفذ لها مخطط فساد برزخنا والآن يجب أن نعرف كيف طوعت قرين ماثيو تحت إمارتها قال ماثيو الإجابة سهلة لأن ماتلدا لمدة سنة كاملة كانت تحضر لي وجبات الطعام في منزلها وتجلس معي أثناء الأكل لتطمن أنني تغذيت جديدا وأقوى بدني فكانت تهتم بكل تفاصيل حياتي حتى ملابسي ترتبها بنفسها أحيانا تخرج من جعبتها طعاما غريب اللون لكن جميل النكهة تجبرني على أكله لأنها تعبت بتحضيره كل هذا كان بذريع تلبية جميع احتياجاتي لك أتعلق بها ولا أنظر إلى غيرها وذيت يوم وجدت في معطفي نطوء وفتحة داخلية مخيطة بعناية فتحت المخيط وأخرجت قطعة جلدية مخيطة كذلك وعندما فتحتها ونظرت بداخلها إذ بورقة مليئة بالنجوم والأرقام ركي سحر في الطعام وطلاصم في الملابس هل سألتها عن السبب؟ بالتأكيد فكان ردها إن هذه أدوات حماية كانت تستخدمها جدتها لتحميها من شرور الدنيا وما في باطنها من شياطين صمت ماثيو لبرها ثم قال قيل لي من قبل من لم ينفطر قلبه من الهوى لم يحب بل انشطر قلبي من استغلال التي قالت لي ذات يوم أحبك وأصدقها قلبي في ليلة هادئة من صخب الموتى الذين ما زالوا موتى لأن الساعة للتو صدحت فبثرت الهدوء المحيط في أرواقة الفندق وما هي إلا دقائق فتبع أجراس الساعة صرخة جعلت من يريد أن يقوم من تابوته يرجع إليه تحسبا لمصاب ممكن أن يصيبه صوت كرسي يسحب من الممر الخارجي إلى مشارف الباب مقبض الباب يفتح وصريره يتعالى في الغرفة ثم قفزت من الكرسي ودخلت إلى أن وصلت إلى تابوت ريكي المفتوح ولم تجده بالداخل فكان يقف في الركن وسط الظلام ويداخل في ظهر فقال لها ماذا هناك هايتي وهي تغير موضع العين التي بفمها من الخد الأيمن إلى الخد اليسار ثم مسحك لعبها الملطخ بالدماء بطرف ثوبها هناك بشريان مكتفان بجانب الساعة ريكي يبدو أن حارسنا وجد لنا لصوصا سوف يكافؤون بيومين نعيشهما بسعادة نزل الجميع وأحاط البشريين الذين كانوا يرتعشين من منظر الموت الأحياء وأحدهما يتلوى من الألم بسبب المحجر الفارغ فنظر الجميع إلى الخارجين من المصعد ليفهموا أن هايتي لم تستطع أن تكبح جميع حوايتها وقبل أن يهجم عليهم الجميع ليحصلوا على قطع غيار بدل التي تلفت يجب أن تختبر جودة البضاعة بنفسها قال ريكي في قلده شكرا لك يا حارس المقبرة ثم قال للذين ينتظرون إشارة الهجوم على الفريستين جردوهما من أرواحهما ومن خلفهما الجزارون يلبسون المعاطف البيضاء والمناشير بين أيديهم استعدادا لتركيب الأعضاء الجديدة دكتور سيزار جاهز دكتور ديفيد جاهز قطرات الدماء تتطير ببطء في الأنحاء ثم تسحبها الجاذبية بسرعة إلى الأرض رائحة الصدق انتشرت في المكان دحكات من طفلة تصفق وتقفز وكأنها تحتر مسرحية الدم المعلقة هناك اثنين يتعاركان على جلد بطن وغيرهما على فروة رأس وأخيرا ظهر أحد الموت الذي لم يحضر في بداية الحفلة ولكنه عندما وصل إلى أرض المعركة تزحلق من بركة الدماء وأوقع الجميع في لزوجته كان ريكي يضع نظارته الأحادية وينظر إلى الحدث بصمت ويداخل في ظهره في زاوية البه سوفيا وفلوريا في زاوية أخرى بترقب وماثيو يقف مقابل الساعة بأعين تنظر إلى الأسفل ويدين بدأت تمتدين إلى الأمام ويخرج منهم الظل ليدين صغيرتين ويخرج معه جسد صغير يجبه ماثيو وكأنه جانبه المظلم خرجت أرواح اللصوص وخرجت كذلك الظلالة الدخانية تزامنا معها اقترب الكيانات والأرواح بعضهما من بعض واستولت الظلال على الروح الهائمة الأولى وبسرعة هائلة استولى قرين ماثيو على الروح الثانية التي كادت الظلال أن تنقض عليها ضحك القرين بهستريت المنتصر وحلق بالأفق إلى أن خرج محترقا استقف خارج حدود الفندق الأسمنتية لم يكتمل تحليقه لأنه سقط هو والروح أرضا في الطابق الثالث لأن قبضتي إريان المجبوكتين كانت في انتظار وجه القرين الذي كان يطير بأقصى سرع وفي الطابق الأرضي توقفت نجموعة من الظلال عن الحركة ونظروا جميعهم بحركة واحدة للأعلى ثم انطلقوا بأقصى سرع إلى الطابق الثالث ليجدوا الروح تهين تنتظر من يقطفها ومن الناحية الأخرى هناك معركة ما بين الطيف والقرين لاكمات وخناق وقف فكان قرين يظهر كل بأسه في سراع البقاء ومن الناحية الأخرى كان إريان يدافع عن أخيه بل توأمه فقضيته أكبر وإسراره أعظم وما هي إلا قوة كامنة خرجت من الطاقة الأثيرية وانتقلت إلى يد طيف غاضب فهوت بها على رأس قرين الذي سقط أرضا مترنحا من شدتها فقام الآخر بتكتيف وجر إلى الطابق الخامس ومنه إلى جناح آل بربون دخل إريان ودخل من خلف الذين خرجوا من المصعد مهرولين فكانت فلوريا في واد والكل في واد لأنها توجهت بكامل طاقتها إلى إريان واحتضنته بشدة وهي تذرف الدمع من شدة الاشتياق والآخر يحتضنها بيد وباليد الأخرى يمسك القرين من تلابيبه ريكي أحسنت صنعا ماثيو شدة الوثاق على يديه وقدميه إريان وما زالت فلوريا بين الذراعي وماثيو ينظر إليه نظرة الأخ هذه المرة وليس الصديق وهو يكتف قرينه أبي أرحل أم أبقى ريكي إبقى أريدك أن تسمع الحوار كاملا وقبل الحديث أمن المكان بالحاجز الأثيري فهذا الحديث للموجودين بهذه الغرفة ولا أحد سوانا أفاق القرين وهو ينظر إلى جميع نظرات استهزاء مع ابتسامة خبيثة وقف رأسه عند ريكي ثم مال ناحية اليمين قائلا ويلكم من عذاب قريب ريكي بل ويلكم أنتم من دفاع حديد لا أريد أن أطيل عليك نريد منك خدمة وبالمقابل أنت حر صمت القرين ثم قال فسر معنا حر ريكي حر بمعناها ارحل أينما شيء حتى لو كنت تريد أن تجتمع مع قرنائك في جبلكم قرين لكني أسير مربوط بتلصم لا يفكه إلا سيدتي ريكي وإن ماتت ملا قال القرين حينها أكون حرا طريقا لكن إن لم تمت سيدتي فسأذوق أشد أنواع العذاب بسببكم ريكي أتعلم كم من السنوات سوف تعيش سيدتك هل تريد أن تكون عبدا بطوق الرقبة تسوقك أينما شاءت أقرين بعد تفكير لملاه أموت حرا ولا أعيش ذليلا موافق ريكي بعد ثلاث أيام يتحول القمر الباسم بضياءه الأزرق إلى الشر الدموي يوم مولدها نريدك أن تستدرجها في هذا اليوم إلى فندق المقبرة وأترك الباقي لنا ابتسم القرين بخبث لك ما طلبت ابتسمته هذه المرة لم تدخل الرعب في قلوب الحاضرين بل كانت قشعريرة دبت في أسادهم وطاقة رهيبة انتقلت في محيطهم استعدادا لما هو آت وقف جيش الموت بإصرار وبأس شديدين العيون غضبة والأفواه مزمجرة والأكمام مرفوعة وبيد كل واحد منهما عاصة أو سكين أو ما يمكن أن يفيد في حربها من قادمة ومن أمامهم في الصف الأول الجيش الأزرق شاهرين سيوفهم بواجه المعتدي ويقود الجميع ريكي الذي ينظر إلى الباب المفتوح حانت ساعة الوغي والموت نحن فيه وما نحن مقبلون عليه هي حرب البقاء إما البرزخ وإما النهاية لا أحد يقتح موطننا وممتلكتنا إلا وكنا له بالمرصاد قمنا من الموت إلى الموت نحن راجعون لم يظهر ما كانوا يظنون بل دخل عليهم مبعوث كبير معلم التبت متقدم إلى ريكي بجسد الهلامي ريكاردو انظر للخارج تقدم بضع خطوات فنظر إلى جيش التبتيين وقد تربعه في الأفق على شكل دائرة محيطة بالفندق من الاتجاهات جميعها رجع ريكي إلى موضعه فقال للمبعوث طلبتكم لقد أتينا وما زال السلام طلبنا الأول وإن كنت تريد الحرب فنحن لها جف عن قتل البشر ربيناك فينا وعلمناك من علمنا لتكون داعيا للخير والسلام لكنك سلبت طريقة ظلمات طلبا للانتقام استسلمت لحقدك الدفين لكننا نعرف جانبك الأبيض ونرجو أن نعود إلى أجسادنا دون قتال وقرار في نهاية المطاف لك سرخ ريكي منادين إريان الذي أصبح بلمح البصر بجانبه بجسده الأثيري يومد بالحمر الغاضبة بعينين هائجتين من الأحمرار فخاطبه والده هل اشتريت الأرض التي بجانبنا؟ نعم ريكي وعينان المبعوث ولماذا اشتريتها؟ قال أريان أهديتها لبرسلونة لأن الحكومة تريد أن تنشئ سجنا مركزيا متكاملا ومن ضمن الخط أن يكون فيه منصة أعدام ريكي هل حفرت من نفق المتصل لساعة البرزخ إلى منتصفه على أن نكمله بعد انتهاء بناء السجن؟ قال نعم ريكي لا قتل من الآن فصاعد وكما وعدتكم سابقا أنني سوف أتوقف عن أعمال الشر وأن زوي بركني وأعيش بسلام في برزخي مع عائلتي وهي الأرواح سوف تأتي وحدها إلى ساعة البرزخ من خلال السجن ومنصة الأعدام قال المبعوث إذن لا حرب بيننا ونرجو أن يغفر لك الرب ما جنت يديك توقف الحديث لأن أريان قد غادر إلى الأفق حسب الخطة المتبعة حين يشعر بدنوه المنتظر التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 الباب الخامس والثلاثون فنطق المقبرة وداعا للشر الذي بداخلي قد كنت خير عونا لي في مواجهة الجميع دخل القرين وعلى وجهه مرسوم الهالع إلى قصر دنبير بحث عن ضلاته في الأنحاء ولم يجدها لكنها من وجدته فنادته من بين ظلمات في ركنها الذي اعتادت أن تستقبل فيه ضيوفها لا بد أن الذي جعلك تترك الفندق وتحضر إلى هنا أمر مهم أخبرني كل أذان صغير وقف القرين بين يديها خاضعا إنهم يدبرون لك مكيدة أغروني للخروج من جسد ماثي وأحكامه وثاقي وطلبوا مني أن أحردك على الخروج في أثرهم الآن ليقتلوك شر قتله ملا وأنا لها كم اشتقت إلى هذا الأحمق ماثيو لا أخفي عليك أن قلبي مال له قليلا لكنه بشري ذو عمر محدود فلن أتعلق بشخص سوف يشيخ ويموت على حجري وأنا باقي على ذكره القرين سوف تذهبين لهم هكذا بالطبع لا سيكون أتباعي معي وهذه المرة أتباعي من الشياطين وليس الإنس لتكون الضربة قاضية بدل مضيعة الوقت فكانت الخطة مشاركتهم في برزخ الساعة لكنهم اختاروا الطريق الأصعب إذن ليعودوا إلى توابيتهم إلى الأبد هذه المرة قال القرين لكن حسب الاستعدادات التي أعدوها لك لا أظنك ندا لهم ضحكت ميلا بشدة أحمق أحمق ولن أناقش مقدار قواتي معك يا حشرة قرين المعذرة يا سيدتي لكن أقترح عليك مواجهتهم بحرب رابحة قبل أن تبدأ أسمعك قال قرين بعد ثلاث أيام يكتمل القمر بدرا وليس أي بدر بل الدموي يوم ولادتك ويوم تتويجك ويوم اجتمال قواتك عمل مكان الصمت نظر ريكي من نافذة البهو إلى الأعلى ليجد نقطة حمراء سقطت في بحر البدر المضيء وأخذت تنتشر في محيطه ويتحول لونه الزاهي من الأبيض المزرق إلى قرمزي إلى لون الدم الغامق فقال في خلده أرجو أن تكون قد وفقت يا قرين ابني نظر من خلفه إذا الفندق الساكن قد تحول إلى خلية نحل منهم أن يجهز العصى ويحول أطرافها إلى رماح وهناك الدكتوران والممرضة يهيئون المكان للاستقبال أكبر قدر ممكن من المصابين ولم يتوقف عند هذا الحد بل استخدموا موادهم الطبية لتجهيز كرات صوفية من الأضمضة المليئة بالسوائل القابلة للإشتعال وقد صف مقابل فلوريا صف من الموت الأحياء لكي تبطن ملابسهم بالقطن لتخفيف وطائط الضربات وأيضا سوفية وهايدي قد جهزت علب استوانية ممتلئة بجازولين سريع الإشتعال ويخرج من بطنها فتائل مهمتها تأخير انتقال الشعلة إلى العلبة صفت على صور سطح المبنى لتقذف الوبال على المعتدي وكانت هايدي كلما وضعت فتيلا وهي تدند النغمات مرعبة بفمها تتوقف لتنظر إلى العلبة بخبث طفولي وتضحك بسعادة وكانها تتخيل الحدث لم تكن هذه أسلحتهم فقط لأن سلاحهم الحقيقي هو العزم على البقاء أو الفناء فإنهم يمثلون الخير ضد من أراضب البشرية شرا قضية تستحق أن يضحه بكل شيء لأجلها وإن كانت الحرب ضد الشياطين فسنكون على استعداد دائم للمواجهة حتى وإن دامت إلى قيام الساعة سعترك إلى السطح فوجدت سوفية وهايدي قد جهزت علب القذائف فأخبرهم أن تلحق بجيش الموت الأحياء في بهو الفندق ومنه نادى على السلاح الحقيقي قائلا فعل قوة الإسقاط الأثيري بأقوى درجات هالتك كما علمك الشيخ الأبيض قال إريان علمى تفضل يا أبي الأمانة وأخذ ريكي ما في يد ولده ثم وضعه في جيب معطفه ومعه خنجر صغير خارج غمده نزل بعدها إلى الطابق الخامس وعندما فتح باب المصعد خرج ويداخل في ظهره ليضرب الجنود بقدم واحدة الأرض ضربة زلزلت الفندق بما فيه مع وضع قبضاتهم اليمنى على قلوبهم احتراما لقائد الأعلى ريكي إن اليوم هو يوم الوفاء بالوعود إما النصر وإما الخذلان والخذلان هنا يعني الموت الأبدي وسط الظلمات اللانهائية هل تحمون قلعتنا؟ قال جنود بصوت واحد نحميها بأجسدنا هل تضحون بأنفسكم لرحيا؟ نحن لكم السد المنية لا يمسكم سوء إلا بعد أن يبيدون عن بكرة أبينا قال ريكي جاهزونا للرحلة الأخيرة قال جنود بصرخة كادت أن تحطم زجاج النوافذ جاهزونا يا سيدي قال ريكي هيا إلى الأسفل احتشد نزلاء الفندق في بهو الفندق من أمامهم ريكي ومن خلفهم ساعة البارزخ وهنا تقدم مبعوث التبتيين لمناقشة ريكي النقاش الذي أدى إلى السلم في نهايته ومع نهاية النقاش شعر إريان بخطر قد حل صعد إلى الأعلى ليلقي نظرة شمولية وكان ظنه في محله ها هي ملة تتقدم متوسط عشر شياطين ملتحفين العباءات السود لا يظهر من ظلامهم إلا عيونهم الحمراء التي لا تضمر إلا الشر وغرطهم الإبادة لا سلم فيه وصلوا إلى منتصف الغيبة كئيبة وما هي إلا لمحة من الزمن ويكونون في وسط حديقة فندق البقبرة نزل إريان وأبلغ ريكي همسا بمرأة ريكي مخاطبا للمبعوث هل أنتم دعاة سلام؟ بالتأكيد حتى وإن كان إفشاء السلام من خلال الحرب ضد الشياطين شياطين؟ قال ريكي نعم إذن الشياطين آتي خلال دقائق أريد منك تنفيذ أمر واحد ولا شيء غيره فهمس له في أذنه ثم آوى من مبعوث وغادر هو وأطياف الأفق وصلت ميلة وعزبتها إلى البوابة الحديدية التي لم تكن عائقا بالنسبة لها لأن أحد شياطينها تقدم ولم تطلب منه إلا دفع بسيطة لتنكسر سلاسلها وتفتح خاضعة مرغمة صارت بكل ثقة إلى وسط الحديقة وعباءتها تسحف خلفها كالأفع الرقطاء وشياطينها كالبنيين المرسوس عن يمينها ويسارها تنظر إلى الأمام بعيون وثقة وبالمقابل وقف ريكي بالثقة نفسها بل بأكثر منها لأنه وضع نظارته الأحادية وابتسم عندما تقابلت الوجوه دلالة على الانتصار قبل البدء أخذت هايدي أحد أعواد الخشب الطويلة وهرولت إلى الطابق الأول بحثت عن الفرقة الموسيقية وإذ هم منزوون في زاوية القاعة يرتعدون خوفا من المواجهة تقدمت إلى موضعهم ثم أخرجت عوض الخشب وضربت الطويلة التي أمامها ضربات استعداد لبدء عازف الأوركسترا ثم قالت أعزفوا لحنا الموت للعبقاري بتهوفن تعرفونها ألا سكذلك؟ من يقول لا سوف يفقد إحدى عينيه قريبا آوام الجميع برعب منه هيا لنؤجج الحرب بعصفنا ونثير قلوب حماسا ونرحب الأجساد قوة منبثقة من ذبذبات أوطاركم فهذا دوركم اليوم رفعت ذقنها مع عوض الخشب الذي بين أناملها الدقيقة أغمضت عينيها ثم أشارت لتبدأ الأوطار بصنع الحماس للموت الذين يواجهون الموت وضعت عوض الخشب وهرولت لتبدأ الوطيس قالت ميلا مخاطبة الجميع الموت أم الحرب رد ريكي على كلمها الحرب طبعا والموت لكم لم تكمل ميلا خطابها لأن أحد الشياطين زمجر زمجرة الليث المجروح فنظر الجميع إليه وإذ به على الأرض يتلوى من فقدين عينه وعينه في فم هايدي صمتت جميع بظهور والأخرى تتذوق العين التي ترسلها بليسانها من الخد الأيمن إلى الأيصر ثم بسقتها بإشمئزاز حتى كادت أن تلفز الأعين كلها غير المهدومة من معدتها فقالت كريهة الطعم كوجوهكم لم تكمل جملتها لأن ميلا مسكتها من رقبتها ورفعتها إلى الأعلى مقابل جميع الموت الأحياء مما أدخلهم بحالة من الخوف على شيطانتهم الصغيرة والغضب العارم من فكرة فقدانها إلى الأبد قالت ميلا والآن تبدأ الحرب ففتحت هايدي ذراعيها للأعلى وابتسمت دلالة على وداع الجميع ثم رمتها ميلا خلفها قائلة لشاطينها افصلوا أعضاءها بعضها عن بعض خرج ماثيو من غرفة المدير بعد أن سمع صراخات الاستهجان من النزلاء هايدي لا تفعلي يا ملعونة استبدليني بمكانها وأثناء رمي ميلا لهايدي كان ماثيو يتحاور مع قرين والذي بدأت تخرج يداز ظلموان من جسد الآخر الآن جاء دورانا يا رفيق الحياة والممات انقذ الصغيرة بكل ما أتيت من قوة ومع خروج قرين مر عليهم وهج طيف أحمر غاضب منطلق إلى زمرة الشياطين فلحقه قرين بوهج المظلم كان أحد الشياطين يمسك هايدي من يدها ويجرها إلى جانب النفورة ليفصل أوصالها كما أمرته سيدته لكن وصل إليه إريان وقرين في الوقت المناسب فجرس قرين على منكبيه واحتضن رأساه ساترا عينيه بكل مؤوتة من قوة والطيف استغل فرصة أغماض عين الشيطان فأدخل قبضته إلى صدر وأخرج قلبه الأسود الذي ما زال ينبض وسط قبضته سقط الشيطان على رجبتيه بسكون ثم هو على الأرض بلا حراك فتقدمت هايدي وركلته على واجهه بغضب واغد غادرت روح الشيطان في الأفق وسط أعين الجميع لكن كان هناك قوة تهذبها للداخل وما أن وصلت إلى باب الأعين الرصدة المفتوحة لمسرعي إلا وخرجت أيدي الظلال الدخانية لتمسك هذه الروحة الجديدة والفريدة من نوعها حاولوا أن يدخلوها عنوى والروح تصرخ بشدة صراخات حادة حتى قسرت زجاج جميع نوافذ الطابق الأرضي وهي تحاول النجاة من سطوتهم وأثناء سحب الروحة الشريرة إلى قلب ساعة البرزخ ركضت الشيطان الصغير إلى المصعد لكي تنضم إلى فيلق سفية في سطح الفندق وبين يديها شمعة بلهبها الصغيرة التي سوف تشعل المحيط غضباً بعد دقائق معدودة وهناك يقف جدها وهو ينظر لها لأول مرة في حياته بنظرات ملأها الانبهار وبالمقابل صاحة ملة وإلكم من عذاب قد حل اهجموا ودمروا واقطعوا ولا ترحموا صغيراً أو كبيراً ركض الشياطين إلى الداخل بكل عزم على الإبادة وكانت الجموع لا تم استعداد للمواجهة ومن الأعلى بدأت النيران تسقط على رؤوس الشياطين التي تقدمت إلى الداخل برؤوس من لهب مشتعل فأصبح كل مجموعة من الموت على شيطان بكفة غير عادلة فإن للشياطين قوة أكبر بكثير من قوة النزلاء أجمعين لكن تدخل قرين وأريان ساحم بموازنة كفة الميزان فكان يضربان هذا وأرحلان للآخر موجهين ضربات عشوائية حتى صخبت أرض الوغي وهناك آيات تطير مفصولة عن أجساد الموت الأحياء فيزيد الغضب ويزيد معه الحماس فقال ركي الآن يا معشر الكهنة أريان ارجع إلى جسدك على الفول رحل طيف أريان إلى غرفة المدير وظهرت في الأفق دائرة مغلاقة من أطواف الكهنة الذين كانوا متربعين في الهواء بوشحهم البرتقالي وعيون مغمضة يحيطون بالفندق من كل اتجاه ومن بينهم المبعوث الذي بدأ أول الترنيمة ولحقه الباقون فخرجت من حناجرهم بصوت واحد ونغمة واحدة أوقفت معها الحرب وأخذ الجميع ينظرون إلى هذا المنظر الغريب ومن بينهم ملة اندمجت هالتهم وشكلت وميد أزرق في محيط الفندق ونزل إلى الأسفل إلى أن التحم مع الأرض وصعد من الكهنة إلى نقطة الالتقاء فوق سطح الفندق فتشكلت فقاعة لا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد فهذا اليوم الذي تقلب فيه الموازين الموت للأحياء والإحياء للموتة زادت قوة الترنيمة فنظرت ملة إلى شياطينها الذين سقطوا على الأرض الواحد تلو الآخر يتلوون من شدة الألم الذي غزى أجسادهم فقال ريكي بابتسامته التي لم تغادر محياه ترنيمة الملائكة أقوى تعويذة تبتية ضد الشياطين فقال ريكي مخاطباً القرين والموت الأحياء اقضوا عليهم ولا ترحموا أحداً منهم فإن ساعة البرزخ أولا بهم إنهالت جميع ضرباً بالرؤوس والأعناق فتطيرت أرواحهم تصرخ ألم من أظافر الزلال الدخانية التي انغرست بيها منعاً لهروبها خرج أريان بجسده من غرفة المدير وتقدم حتى وقف كتفاً بكتف بجانب والده وتقدم ماثي وقرينه ليلازم الكتف الثاني دحكت ميلا بصوت صاخب هيا زيدوا من دراما الموقف واخبروني نموت معاً ونحيا معاً لا أبالي بموت شياطيني فإنهما التمهيد لما ينتظركم فلا بشر يقف بوجهي وتعلمون ذلك جيداً وضع ريكياده في جيب معطفه وأخرج المخطوط المطوية والخنجر الصغير فمد إريان قبضته مع رفع إبهامه إلى والده نظرت مالا إلى المخطوطة فجن جنونها وفغرت فيه ابتسم ريكي ولم يمهلها أي تفكير بالخطوة القادمة لأنه جرح إبهام ولده ثم قبل سنتين رحل إريان إلى السجلات الأثيرية تنفيذاً لطلب والده وحسب الشرح الدقيق الذي وصف به الطريق إلى عالم المعرفة اللامحدود وصل مقابل شيخ الأبيض الذي رحب به علماً باسمه وسبب مجيءه قال إريان أريد أن أعرف مكان مخطوطة الميثاق التي تملك الشياطين من خلالها ملة قال الشيخ الأبيض في فندق كزميلة فتح إريان عينيه على مسرعيهما أين في الفندق قال الشيخ الأبيض تحت عرش التمثال الذي يجمع شكل لوسيفر وريكاردو إريان وكيف نبتل الميثاق أن يدخل شريك ثالث بميثاق الدم ويخلص ملة من سلطة لوسيفر ويتم ذلك بإضافة سطر جديد في الميثاق ووافق أنا لوسيفر أن أتنازل عن روح ملة لمصلحة مالكها الجديد أريان وعندما تنتقل ملكياتها لك تطلق صراحها ولا يمكن أن تخرج من سلطة الشيطان إلا بتلك الطريقة هرعت ملة بكل طاقتها لتمنع دماء أريان من الوصول إلى الميثاق لكن كان أريان أسرع وضع بسمته الدمية على ميثاق لوسيفر ثم قال أخلصك يا ملة من تملك الإنس والشياطين لروحك فقال قرين ماثيو قمر الدموي يوم لادتك ويوم تتويجك ويوم انتهاء قوتك ومع تعالي نغمات الفرقة الموسيقية التي تصدح بالأرجاء على أوطار معزوفة الموت وملة التي كانت تركض وتصرخ بصوت لويثان الغاضب تبدل حالها إلى سير ببطء وأخذ التشيخ حتى سقطت لتحبو إلى موضع أقدامهم حتى وضعت يدها على قدم ريكي الذي نظر لحالها الذي تبدل من ريعان الشباب إلى الشيب الذي غز رأسها ابتداء من غراتها البيضاء وجسدها الذي أصبح كالصحراء القاحلة من شدة التجعيد التي رسمت خطوط الزمن والأخاديد ابتداء من محياها إلى أخمص قدميها انتفتت واسرخت بحنجرة العجوز التي باتت عليها فخرجت روحها من جسدها تنظر إلى الجميع بغضب عارم فتح باب الساعة وخرجت الأياد المتدافعة لتلتقط الروح الهائمة لكن قبل أن تصل إليها اخترقت روحها صقف الفندق وغابت عن الوجود ترك الجسد على الأرض لتكون عبرة لمن يريد أن يتحالف مع الشيطان في المستقبل فمصيره لا محال إلى الهلاك وربما تابوت في فندق المقبرة كان الفندق في حالة يرثى لها ويوجد الكثير من الإصابات من حولهم وأحد المصابين كان الدكتور سيزار الذي فقد ذراعه في المعركة فمن الأولى أن يبدل بها أخرى أو يحاول الدكتور ديفيد إرجاعه إلى وضعه السابق ليتعاون في تطبيب نزلاء الفندق المصابين وفي زاوية الفندق وقف كل من ماثيو إريان فلوريا ريكي وسوفيا مودعين قرين ماثيو موفين بعودهم له ريكي انطلق في أنك حر سمت قرين لبرها ثم أمال رأسه قبل أن أغادر شكرا لكم لأنكم خلصتموني من العبودية ولرد جزء من هذا الجميل أنصحكم وبشدة أن تسألوا أمينة السجلات الأثيرية عن العمل الجديد لساعة البرزخ فإن الشياطين تعيش لمئات السنين ولابد لروحها أن تكون ذات وقت أطول من روح البشر رحل إريان في حينه إلى الشيخ الأبيض الذي أكد له أن آخر ما تم تدوينه في السجلات أن ساعة البرزخ تحمل للنزلاء 1044 برزخا رجع إريان بطيفه إلى الفندق ليبشر أهله بالحياة المديدة في برزخهم لكنه عندما عاد كان البهو في فوضى عارمة لأن عين إزاب اليمنى سقطت مجددا والجميع يهرولون خلف شيطانة فندق المقبرة هايدي الخاتمة توقفت عربة الموتى السوداء بجانب بوابة الفندق فخرج الحارس وبيده الفانوس الزيتي ومد له سائق العربة مستندات موافقة البلدية على دفن النبيل الميت في فندق المقبرة فتح الحارس البوابة ليدخل الجموع الغفيرة التي جاءت لوضع تابوت ميتهم في جناح آل فرنانس منهم من كانت السعادة ظاهرة على محياة بسبب بغضاه الشديد للميت وأقل قليل يبكون لمرارة الفقد لكن في موت أليكزاندر رح عظم للجميع بلا أدنى شك خرج الجميع وأغلق الحارس الباب من خلفهم ثم رجع إلى جناح آل فرنانس وحمل التابوت ليضعوا على لوح ذي زلاجات ومنها إلى المصعد لينفتح بعد أن وصل إلى السطح الذي بني فيه غرفة واحدة فقط بجانب التماثيل السريالية التي ترعب النظرين ليلة فتح قفل الباب بالمفتاح ثم دخل إلى الغرفة التي كانت تحتوي على قطبان حديدية وأدخل التابوت داخل قطبان الزنزان مع التثبت من أن الباب تم إغلاقه بإحكام ثم رحل إلى الطابق الثاني ودخل إلى جناح دنبير للنظر إلى التابوت الذي لفت السلاسل على محيطه ثم تحولت أنظاره إلى التابوت الذي يليه حيث طرقت سوفيه ومع أغلاق الباب ذي الأعين الراصدة دقت أجراس الساعة فتح أليكزاندر باب تابوته لينظر إلى الظلام من حوله إلا من نافذة صغيرة جدا تسلل منها نور قمر نظر من خلالها إلى التماثيل التي سوف تلازم في وحدته في كل يوم برزخ يمر عليه أبد الظهر ريكي وفلوريا محتضن وذراعه بابتسامة خلابة أهلا بك في فندق المقبرة أرجو أن تستمتع بإقامتك في سجنك الأبدي أليكزاندر بغضب عارم خسأت أنت وعاهرة التلك قريبا الفندق بما فيه سيكون من ممتلكات لوسيفر ريكي لوسيفر كيف؟ قال أليكزاندر هناك ميثاق بيننا ليس فقط بينه وبين ماله التي دلتني على طريقه قبل أن تقدم على فعل ما فعلت بغباءها وكبرياءها إن كان جيشها هلك فالقادم أكبر مما تظن فأنا مبعوث أمير الظلام الجديد وتبدأ رحلتي من بعد موتي ونصيحاتي الأخيرة لك فك أسري وسلمني الفندق وساعة البرزخ وهذا آخر انذار لكم ضحك ريكي وهو يغلق الباب افعل ما شئت أنت وسيدك فإننا هاهنا ميتون واثناء حديث ريكي وفلوريا وماثيو الذين كانوا يتباحثون ما حدث منذ قليل وقفت سوفيا مقابل التابوت الذي كان بجانبها تنظر له بتعجب لأنه كان يهتز بعنف وكأن ساكنته تحاول أن تخرج بكل ما أوتيت من قوة رغم أن التي بداخله عجوز غبراء لا تملك إلا جلدا على عظم هشة هل في حكاياتنا نهاية أم أنها حرب أبدي مع منعها دلرب ألا يدخل النار وحده بل سيكون أميرا لها مع أدباعه من شياطين الإنس والجن وهذا آخر ما خطه قلم الحارس في الكتاب الأخير من كتب العواء المصفوفة خلف مكتب المدير كتاب يحمل اسم فنطق المقبرة وأحداث ساعة البارزخ أغلق الكتاب ثم وضعه على الرف شعر بحركة جانبه وعندما نظر إلى مصدر الصوت وجد صديقه الفقرد الجعب في ركن المكتب يتصفح مذكرات رئيس ترهيبات ماريا دي سيرا بصمت وعندما طلاقت الأعين كاد أن يهرب لو لأن رمى له الآخر قطعة جبن كعربون صداق آخذها ثم وضعها في جعبته وهم إلى المغامرة التي تنتظر مسك الحارس بيده قرورة الخمر المعطقة الذي لم يجد مكان تخزينه بعد تجرع إلى أن فاض من فمه ونزلت القطرات على نحره وقبل أن يغادر نظر إلى المرآة المعلقة على الحقط أبعد خصلة متأرجحة على عين مطموسة زخرفها بحبر الألم الراوي رقم اثنين ريان بوربون في حياتنا الواقعية لا توجد نهايات إلا عند بلوغ الأجل فكل يوم نعيش عبارة عن قصة قصة مكملة لحياتنا وأحيانا قصة جديدة تبدأ بسعادة وتنتهي تابت